الحمد لله الحمد لله وليه كل غير ودداية والسلام والسلام على سيدنا وحمد شكاعته إلى أقدر قريب وغاية ورضي الله عن أصحابه وصابه المساوى الدين ومن تتبعه بإحسان إلى يوم الدين ومعه فيا رئينا من حكة المباركة وأثالتها القرار وإنواني السملة إنه يسعدني أن أشكره إنه يسعدني أن أشكره الله تعالى بما أنه بما أنه أطاع لهذه المنصة الغالية للغالبات الكلمات الخيمة في هذه المنصة المباركة أول موضوري مهم ألا ويذفتك الكريم الغالي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنفرة أستعينا من الله يوم واللي وتوريه كما أنه يشعرني أن أشكر على ذلكم أيها المستمعون الكرام لما أنكم شرقوا له ورب المحبتنا هذه بعد ما هذه بعد ما تحملتم فهذا المبارك والسحوبة الكريم فجزاكم الله أحسن أزباء في التاريخ أيها المدود فقد قال الله عزا بن قال إن الذي لهم هو الزني هذا هو تارك بي سبيل الله كلما يجب أنكم رحمة الله وفوظ رحيم وجاء في الأمر كما أنه يجب أن يكون في الأمر كما أنه يجب أن يكون في الأمر أشكر على النمار قال الله عزا بن قال صلى الله عليه وسلم ما أفهمك من بلد وما أحبك وما أحبك إليه أدنا ولولا أنه أقوى أغنيه ما سفرت غير كواética فهم القطير من دعان الستقسط عليه فهم تطورك مهد أيها المتوك بالعناة الكرام إن الهدوة الموية من أكبر العمر التالي وهي بالأعجل للأخير والذي سيد الخبيث صلى الله عليه وسلم وسهابت الأخيار في حياتهم السعيدة أيها الحدود إنكم لقعلكم نحن الناس قبل الإسلام لا يعلمون الله وكانوا لا يعلمون أسفل الله وكانوا لا يعلمون أن الله طالب وأن الله رفور فكانوا يعصيون الأسلام والمسرعة بأيدي أفوزهم قصد الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبكته ليخرجه من الظلمات إلى النور ليخرجه من الظلمات إلى النور وقد أذر عشيرهم من الأفرابين ودعا أسحاب مبكته ومنحوله من تصديق قساله وشهد الجنة إلى رسول الله فكانوا مبكته صلى الله عليه وسلم ويقضوا بأقوال المعادين ويؤثمون أصحابه أماء الليل والقعب المهار أيها الحقر الكريم عند ذلك مبكت العسير عمال الله سبحانه وتعالى قصدوا له أن يترك مكة ويمادل لقرينة الملوان مع صحابته ومعاته فهذا الأقوال يوما يومك فكان أعفت من الأمور من رقيقة ورقيقة ورقيقة مطالسة وما يوقع نسوة الله ورسوله الأمين وقال سناليوم نحمر رسول الله ورسوله الأمين أيها الحقر الكريم يومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاني أغيبك وما لي يا أبا بك وما لي يا أبا بك إن الله تعانف القرناني بالهمسة وأطرقيني فيها فبكى أبو بكر من جدة البريء والسلول يومك يا رسول الله إذاك أبي وأبي يا رسول الله فإنه هم كذلون لهذا الأمر المدنة لهذا الأمر المدنة من متأيام المتيدة يا إخوة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو مدنة تحت ظلام الليل وكذلين ثم ثلاثة أيام فكانت أفضل ومكنا وإطلبوا إدرؤوا ما يقتلوهما حتى وسلموا إلى الله حتى وسلموا إلى الله إذاك الله سبحانه والتعالى قد وشعبهما برحمة الحميمة بلد أمناك رسالة وأنت الأوالت والسعى لأمناك وشعبهما بدون أأذك دوني أحمد وسلم أعدين محاجزين حتى هكذا المدينة تمامك التكرير المديني للإسلام أيها المستمعون الكرام إن بغي لك معشان المصريين الأخلاعات بغنة قبيلهم على المسرطة الله عليك واسر الله ونوادي وانا الله عنه وانا الله وانا الله واناكم كل دول المبيئة سعادكم في حياتنا ونتاكم في أمتبنا ولكم جثنا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته